الرجائي طرح تساؤل في بداية الفقرة ايه هو التطرف الرقمي حابين نعرف عنه واصاره سلبية كمان هو التطرف الالتروني هو التطرف التقليد العادي بس هنا بتختلف انه هو بيتم من خلال منصات السوشال ميديا وعلى شبكة الانترنت تمام وهو عدم الاعتدال في الاستخدام او الانحياز الى جارب معين بشكل اكبر كتير جدا تمام طب ده بيتم ازاي؟ ده بيتم انه في محتوى كتير جدا موجودة على شبكة الانترنت مفيش رقابة عليها دي نمر واحد نمر اتنين بيقدمها اشخاص غير متخصصين وده ما يطلق عليه بس السم داخل العسل ازاي؟ انا اقدر اوضح لحضرتك فيديو اعمل لحضرتك فيديو الفيديو ده فيه فكرة معينة انا عايزة تنشأ لدى الشباب والاطفال تمام؟ وليكن مثلا فكرة متطرف في العلاقات الاسرية فكرة متطرف ليني فكرة متطرف سياسي اي ان كان النوع ابتدى حطوله جوا فيديو وحالك شايف منصات تواصل الاجتماعية عاملت ازاي دلوقتي والفيديوهات فيها عاملت ازاي؟ ده ايه المحتوى اللي بيتم نشره؟ تمام؟ محتوى اللي بيتم نشره على الميديا كلها بيهدف او بشكل عام من الاشكال اللي بتقوم بتطرف بيهدف الى هدم المجتمع النهاردة كان الاول من الميديا تلايك كان بيتم نشر الاخبار التكنولوجية السياسية الرياضية وكان الاهتمامات مصنفة الاكتر من الاهتمام النهاردة اي شخص بقى حابب يعمل فيديو الفيديو ده ممكن يكون خارج عن سياق الاخلاق خارج عن سياق المجتمع المصري تمام؟ ويبتده انشره حلما بتحقيق ارباحة تمام؟ من دمن الاجزاء دي كلها هو عدم موجود رقابة من الاسرة ومن المجتمع على هذه الفيديوهات النهاردة حضرتك الاطفال الصوارين من سن 3 سنوات مسكين مبارف ايام ده هي ايه الاب يدخل رحمة دي ودي كارثة على فكرة يا دكتور يعني يعني كانوا جايبين مؤسس تيك توك الفترة اللي فاتت في لقاء فبيقولوا الاستخدام الآن من الاطفال قال لهم لا انا ما عنديش اطفال تستخدمي الاستخدام سن 18 سنة قال لهم لا ده ها فيه اطفال من 3 سنين قال لهم السبب في ذلك الاسرة الاسرة طب ليه لانه بيتحيل على الموقع ويبتدي يحط تاريخ ميلاد يتناسب مع السن دوت عشان يقدر يفتح له الطبقات دي او مش بس كده كمان بنشوف الطفل او الطفلة فاتحين اللايف بتاحهم على التيك توك ومقعدين اسرهم في الكدر يعني الاسرة كمان شايفة ده بتشارك بتشارك فعلا بتشارك في الجريبة دي لها فاندي ماينا عايز يقول الحركة على حاجة هو اللي بي حصل هنا دلوقتي بتزيف الوعي اللي بيحصل ده تزيف الوعي هل اللي بيحصل قدامي الكاميرا ده هو اللي بيحصل في الطبيعي نعم طبعا وإلى الناس قاعدة جاهزة مجاهزين هيقولوا ايه ويعملوا ايه وهيتكلموا ازاي عشان يحققوا على نسبة ارباح طب ده لو بيحصل في الطبيعة كانت تبقى مشكلة يعني حركة لو جينا رجعنا زمان للتلفزيون المصري والكاميرا الخافية لما كانت بيتيجوا كانت بتبقى مفاجئة للناس وكلام ده كله كانت بيبقى فيها نوع من أنواع الاشتراك الناس حابة تفرج على ده والتعالي بقى حركة تفرج على المحتوى اللي موجود دلوقتي على الميديا عاملي زي المحتوى اللي موجود على الميديا أنا متفق مع حضرتك هنعمل ايه بالزبط ولو ضغط على حضرتك شوية كمان وانا بصور ما عليش يستحمل عشان نحقق نسب مشاهداته وده اللي بيقدر يطنع به الابن الأب أو الأسرة كاملة تمام بالزبط دي كارسة كبيرة جدا بيوصلنا لمرحلة كبيرة جدا بيوصلنا لمرحلة بقى وجود جرائم يعني يوصلنا لمرحلة وجود جرائم إلكترونية